بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نواصل معا شرح مادة اللغة العربية وذلك للصف الأول الابتدائي في الفصل الدراسي الأول وذلك من كتاب الأضواء ومع حروف لغتنا العربية لغتنا الجميلة منتق اليوم حرف جديد حرف الجيم حرف الجيم هيا بنا نبدأ مع هذه الصورة كالعادة نطلب من الطفل أن ينظر ويتحدث عن الصورة أولا ثم نحكي له هذه القصة قصة العم جمال إنه رجل جميل لاحظوا معنا التركيز على حرف الجيم في القصة العم جمال رجل جميل يعيش مع ابنته الصغيرة جميلة إنها حقا جميلة يعيش في خيمة بالصحراء وفي كل صباح يخرج العم جمال ليرعى الجمال يرعى الجمال فتلحق به ابنته جميلة لترى الجمال التي تحبها وعندما تعبر الجمال الجمال تعبر الجبل ماذا تفعل تصفق قائلة جه 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 هكذا تنطق حرف الجيم يعني كتحذير بعد ذلك استمعنا قصة طبعا جميلة نستمع إلى هذه الأغنية أغنية حرف الجيم ونجعل الطفل يردد معنا نقول جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء نغني حتى نحفظ حرف الجيم بعد ذلك استمع ولاحظ صوت حرف الجيم ثم يتتبعه بإصبعك ولونه نركز على حرف الجيم في هذه الكلمات ثم نلون الحرف هذا والحرف هذا أيضا هو حرف الجيم ولكن له هذا الشكل وهذا الشكل منفصل ومنتصل نقول جا جبل جو جبن جا جرس جو جهون جي جسر نجم نجم فجل فجل رجل رجل درجة درجة ثلج ثلج نلاحظ أتى حرف الجيم في بداية الكلمة وكذلك في وسط الكلمة ثم بعد ذلك في نهاية الكلمة أرجو أن تعيد وتكرر مرة أخرى حتى تستمع أكثر للنطق الصحيح تعالوا بنا نتدرب أكثر على حرف الجيم التدريب الأول هنا لون الصور التي تحتوي على صوت حرف الجيم هنا جيم جا جرس جرس طبعا موز ليس به حرف الجيم هنا شجرة شا جا را بعد ذلك جمل جا جمل نلون هذه الكلمات التي تحتوي على حرف الجيم السؤال الثاني ضع مثلثا حول حرف الجيم حرف الجيم فقط نضع حوله مثلثا هكذا مثلث تعرفون المثلث حرف الجيم فقط أين هو حرف الجيم هكذا وهكذا إذن أتى هنا كم مرة وهنا أيضا إذن أربع مرات هنا بعد ذلك تتبع حرف الجيم ثم صل كل شكل بكلمته المناسبة سؤال مهم طبعا نميز حرف الجيم منفصلا ومتصلا هنا حرف الجيم أتى متصل بما بعده فقط كما في كلمة جمل اتصل بالميم هنا اتصل بما قبله وما بعده كما في كلمة حجر هنا اتصل بما قبله فقط كما في كلمة ثلج هنا لم يتصل بشيء ما عندناه أتى في نهاية الكلمة لماذا؟ لأن قبله حرف الراء حرف الراء لا يتصل بها حرف بعدها بعد حرف الراء يعني لا يتصل به حرف بعد ذلك تتبع حرف الجيم نركز على حرف الجيم كالعادة كما تعودنا جزر جا جزر محتاج رجل رجل هي نفس كلمة رجل ولكن التشكيل مختلف جائع جائع دجاج دجاج جيم وجيم فجل فجل بعد ذلك جر جير جر جير هنا استمع وتحدث ماذا تفعل إذا رأيت محتاجا عبر برأيك وتحدث السؤال الخامس تتبع خطوات كتابة حرف الجيم ثم تتبعه ولونه في النهاية تتبع طبعا كما تعودنا مع الأسهم السؤال السادس انطق وتعرف حرف الجيم بحركاته ثم تتبعه هنا الهدف أن ننطق حرف الجيم بحركاته المختلفة كما نرى الحركات السلاسة معداء السكون السكون ليس بحركة كما قلنا هنا الجيم في هذه الصورة جبل جا جبل النطق طبعا لأعلى جا جبل طيب ما هذا؟ إنه جبن جو جو نضم الفم هكذا بعد ذلك جي جي لأسفل جسر جسر هنا ساكن فوجل فوجل والساكن لقد أن يسبق بحرف كما يعرف طبعا الأصدقاء الذين يتابعون الفيديوهات باستمرار السؤال السابع لون الصور المناسبة لكل حرف طبعا هنا يعني ننطق حرف الجيم بحركاته المختلفة وننطق أيضا أسماء الصور ثم نحدد صوت حرف الجيم ونلون الصورة المناسبة يعني هنا مثلا جورب جا 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 بإذن إنما كلمة جبن مثلا عليها ضمة هنا فتح جورب هكذا هنا مثلا نلون هنا جو نقول مثلا وهنا الساكن هنا رجل مثلا رجل بإذن كلمة رجل نلون هنا طيب هنا نقول مثلا في حرف الجيم المضموم إنه جندي بهنا جندي حرف الجيم هنا مضموم جندي طب هنا حرف الجيم مكسور ما هذا إنه كما نلاحظ هذه الأرض وهذا أسفل الأرض إنه جذر جذر اللي هو الأصل بتاعي النبات أو الشجرة جذر بيكون تأحتبئي للأرض بعد ذلك السؤال الثامن استمع ثم صل صوت حرف الجيم بالصورة المناسبة له يعني مثلا هنا جزر جا جا جزر إذن الجيم هنا مفتوح جزر طيب هنا جسم جي جي إذن الجيم مضمومة الجيم مكسورة جي جسم طيب رجل را جو جو الجيم مضمومة أما كلمة رجل فالجيم ساكنة طبعا في فرق بالرجل ورجل بعد ذلك السؤال التاسع انطق الصورة ثم اكتب حرف الجيم مضبوطا يعني هنا في هذه الصورة صورة ماذا إنه جدي إنه الجدي بس يقولون عليه طبعا جدي هكذا جدي جا 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 جدي بفتح الجيم بعد ذلك هنا مس جد جي مكسورة ما هذا جفون جو الجيم مضمومة نو جوم نو أم نجم نجم واحد فقط مفرد نجم هكذا عليه السكون إنما لو أكثر من نجم هنقول نجوم هتب الجيم مضمومة بإذن هذا نجم بسكون الجيم ننتقل إلى السؤال العاشر استمع وردد ثم لاحظ الحرف الساكن الهدف هو التركيز على الحرف الساكن أج أجمل مج مج لس فج فجل السؤال الحدي عشر استمع ثم ظل المكان من صوت حرف الجيم هنا نقول جسر جي أتى حرف الجيم المكسور في البداية نجمة أو نجم نجمة هنا طبعا أو نجم هكذا إذن نلون هنا الجيم الحرف الأوسط هكذا نقول نجمة بعد ذلك برج برج حرف الجيم أتى في النهاية السؤال الثاني عشر هنا سؤال دمج ندمج طبعا الحروف لنكون كلمة جسر بنفس هذا الترتيب جسر ونشكل كما في الكلمة جمل جامل هكذا هنا نجمة بعد ذلك جسر لا هذا جسم جسر أتت قبل قليل هنا طبعا جسر وهذا جسم الفرق هنا الرأ وهنا الميم السؤال التالي انطق ثم حلل هنا نحلل الحروف عكس السؤال السابق جابل هكذا فجل بعد ذلك برج ثم جبن نضع التشكيل كما هو عليه في الكلمات الباقية السؤال يتالي رتب الحروف وكون كلمات هنا نرتب هنا مثلا نقول حجر هنا نقول رجل هنا نقول سرج وقد ذكرناها سابقا أو نقول جسر أيضا لأنه ذكر الترتيب بعد ذلك انظر وتحدث طبعا عليك أن تعبر عن هذه الصورة السؤال السالس عشر اقرأ ثم صل كل جملة بصورتها المناسبة أحمل الجبن والفجل لأمي وأبي طبعا هذه الصورة الجبن والفجل أجلس تحت البرج والنجمة كما في هذه الصورة السؤال السابع عشر اكتب ما يملأ عليك هنا طبعا نملأ على طفل حرف الجيم يكتب حرف الجيم هكذا وهكذا مثلا ثم يصوب ثم بعد ذلك نمليه بعض الكلمات نمليه مثلا نجمة برج فجل جبن هكذا السؤال الثامن عشر اقرأ وتتبع ثم مكتب هنا طبعا نساعده في تتبع الاتجاهات الصحيحة ثم يبدأ طبعا من آخر سطر ثم يصعد إلى الأعلى السؤال التاسع عشر اقرأ الكلمة ثم تتبع الحرف الساكن نركز على نطق الحرف الساكن نقول نجل نجل هو ابن نجل الرجل ابنه مثل نجل هنا رجل هنا فجل بهذا النطق السؤال العشرون اقرأ وتتبع ثم اكتب أيضا جبل جسر رجل جبن جمل جسم وأيضا نكتب من الأسفل إلى الأعلى انتقل إلى سئلة اختبر نفسك على هذا الحرف السؤال الأول اقرأ ثم تتبع هنا السين مفتوحة سا وهنا الجيم كذلك مفتوحة جا هنا السين مضمومة نقول سو وهنا جو هنا السين مكسورة سي والجيم أيضا هنا تحتها كسرة فنقول جي السؤال الثاني ضع كل صوت في مكانه المناسب هنا الجيم مفتوحة هنا ضمة وهنا كسرة وهنا سكون إذن نختار هنا الكلمات أو الحروف فقط المناسبة فنقول هنا جندي بالجيم المضمومة هنا رجل جيم هنا ساكن هنا نقول جا جمل وهنا نقول جذر جذر هكذا نختار الجيم المكسور السؤال الثالث أدمج لتكون كلمة هنا نكون بدمج هذه الكلمات نقول را جل هكذا هنا نقول جبل جابل هنا نقول جسم هكذا جسم بسكون السين وهنا نقول سرج بعد ذلك السؤال الرابح حل الكلمات التالية إلى أصوات جرح جيم وراء هنا رجل راء وجيم ولام هنا نكون كلمات من الحروف التالية نكون بعض الكلمات هنا مثلا نقول جسر هكذا جسر أو نقول جسم كذلك يمكن مثلا نقول جرس هكذا نكون عدة كلمات من الحروف وشاركونا طبعا في التعليقات السؤال الثالث انظر وعبر بكلمة انظر وعبر بكلمة عن هذه الصور هنا مثلا نقول حجر هكذا حجر هنا جبن هنا فجل هكذا ضم لألفاء السؤال السابع اذكر شفهيا اسم بنت به حرف الجيم كما ورد معنا في القصة جميلة هكذا بضم أو بكسر أو بفتح هنا مثلا جا هكذا جا مي لتن اشتركوا في القصة